السلام عليكم واشارككم البنات واش حوالكم ان شاء الله هتكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد ان شاء الله هتكونوا كاملا بس اليوم جبت ماليكم حلوة المحقن ولا كي ما يقولها في بعض المناطق حلوة اللمبوت ان شاء الله هتأجبكم البنات بمقادير جد بسيطة موجودة في كل بيت احنا هشوفوا البنات اول حاجة وجدرت هزيت ريسيبيون درت فيها ربعة بيضات زدت معه كستة سكر وضربتها ممليح مليح بالباتير البنات لازم تضربوهم مليح حتى تحصلوا على كريمة بيضة تشوفوا هذيت بيضة لبنات ومن بعد تزيدوا المقادير الاخرى احنا لبنات نقول لكم فضل وليس امر ديروا جامل الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين خلوا لي تعليقاتكم المحافزة ونشكر كل واحدة دخلت عندي كل واحدة خلت لمستها الخاصة هذا كل من ذوقكم الرائع والعالي ان شاء الله لبنات نكون في المستوى ونكون عند حسن ظنكم ونديمن نحاول نجيب لكم حوايج بسيطة حوايج غير مكلفة حوايج موجودة في كل دار وهكا نحاولوا ان نديروا حاجات بسيطة يعني في روتيننا اليوم يعني ما نكفروش علينا مع الغلاه هذا اكم تعرفوا الغلاه يعني كل حاجة را كديروها را يجيب قيمية بس هذا القاتو ديري هيك الضيافة كديريها تع العشوى قهوة العشوى أديريها الفطور وليداتك الصباح أنا البنات هنا كما قلت لكم يعني يعني ندير حوايج بسيطة لولاتي أنا حب نفطرهم بهم نحب هنا بعد ما تضرب لنا البنات كما تشوفوا القوامة بيا ضخلها راح نزيدوا الكاس تعزيد راح نضيفوا كاس تعزيد نزيدوه بتدريجيا يعني ما نزيدوش خطرة واحدة بش البنات يعني ننخلطوه نمزجوه مليح مع الخليط تعنات على البيض والسكر والسكر حتى تشوفوه البنات ذي بخلاء يعني الباتر راح يعطي لكم أمل أحسن تخلطوه بالباتر واللي ما عندهاش الباتر تستعمل فوي بركة وحاول تضرب مليح وهنا نزيدو بالكمية تعزيد عفون حتى نكملو الزيت تعنا الكاس تعزيد نفس الكاس اللي قينا به السكر راح نكيلو به الزيت ونفسه البنات راح نكيل به نشاء ونكيل به الفارينة أبقوا معي للأخير البنات حلوة بسيطة وراح تشوفوا حتى العجينة تاحها والله يتقول لو مخدوم بالزيت البنات يبن مخدوم بالزبدة وهو غير بالزيت يعني كما قلت لكم نحب ندليكم حويج اقتصادية غير مكلفة ربات البيوت يعني يفرحوا بهم ولداتهم يديروهم لضيافهم تعالغفلة ثانية كرا ويجي يهب يهب اللبنات وخاصة بعد ما ما يبيت احنا شوفوا البنات انا محبيتش ندير لفاني حبيت جيبت هنا لاروم تعالى البانان جافي وحدة طعمة ثانية كوش راح نقول لكم البنات اه اخسم بالله يعني واحد البنا هاي لا اهنا درت باطاروم هذا تعالى البانان وانتو ما ديروا اختياري تحبوا ما عندكم مش ديروا الفاني يعني ما ديروا عصير تعالقارس ديروا يعني اللي حبيتوا حبيتوا انتو ما متكلفوش رواحكم خلاف يعني شوفوا هنا اللون اللي اعطاهولي راح جي لاجينة تعوه تهب اللبنات وطبعوا معايا الفيديو للاخير واني نحب كي لاجي لحاجة ملاح نحب نشكرها لكم باش تروح وتنوضو وتتشجعو وتنوضو وتخدماه هنا شوفوا البنات عنتي زوز كيلات تعالشا لحوم في زوز و نفس الكيلات راح نزيد نديرو أمتع فارينا نخلطو وضركرن نحو البطر لقول الصلاة judgement الملح لا تنسوا هيش اللبنية باش تعطيكم مقابلنا للقاطعكم وهنا هاي لندا بنتي بحذيه هنا هاي قاعدة تمسحها في طاولة العامل لكم تعرفونيش هاي الطيار الفيرينا الطيار وهي هاي هزر كتانا وقاعدة تمسحها في طاولة العامل هنا خلطنا شوفوا بدا القاوم بتاعه بدا يتلم يعني هذي الوصفة اقتصادية اكثر مهكا ما كانش تقدر تديرها حتى بزوز بيضات الكمية هذي اللبنية عطتني قريب خمسين كعبة يعني درت ثلاثة بلاوات معمرين هنا زدت بديد ونحط في الفيرينا لوحة الكاس اللبنية بالطبع ما بعد ما تكونوا غربلته وزدت معاه الكاس الثاني ونخلطوا ونشوفوا إذا جانا قد قد ها وجلنا قد قد وهنا نديروا معاهم زوز صاشيات الخميرة تحلقاتوا زوز صاشيات البنات باش يعطيها هالخفة الخميرة تعرفوها را يتطل علي ليه انتو ما دلوه شوي رقيق وتشوفوا النتيجة في الاخير راح جيكم واحد يعني جيكم واحد الخفافة جيكم واحد الشاشة ويجي مرمل من الداخل يعني يلقاتوا هذا يعني تأكل اليوم يعني اللي خاصة اللي ولتها ميحبوش يفطروا يفطروا لها يعني يشربوا لها لحليب السوح تقدر تديرهولهم يفطروا بيه هرح نخلط معاكم باليد داعي البنات ولتحب الفوي تخيط الخلط بالفوي ورح نشوف ايذا اناقس لنا راح نزيدوا نفس الكميه تعالففا glue فاولي نزيدوا معها نفس الكميه تعالشة لا نكتفو بزوز كسان تعنشا لازم قد الفارينة قد نشا درتو 3 كسان فارينة درتو زوز كسان نشا هنا البنات تزأراني زيت الكمية مبغت نطول لكم في الفيديو اكثر من هيك شوفوا العجينة العطاع هالي رح نقرب لكم تشوفوا العجينة والله هاي لبنات تقول مخدمة بالزبدة مهيش مخدمة لجت مشقة لجت يعني فيها حتى حاجة هنا جبت المحقن تاعي واللنبوت درت شوية في سحن درت شوية زيت نختص فيه سبعي وندل الكمية وتشوفوا كيف هالبنات ونمشي كما هيك هي رح تجيكم شوية خشينا انتوما ازبدوها يعني البنات طولوا فيها شوية رقوها ومبعد حطوا بالطريقة هذي وقصوا الزوائد هذيك على الحجم اللي حابين انتوما كما هيك اللبنات رح تجيكم بعد حاولوا انكم ديرها تريقلوها قد قد بحضا بعضها وتنقصوا باش مبعد اللي تحب يعني تخلى تلصق الكعبة مع اختها تلصق ولي تحب تخليه كما خليت هناك الكعبة وحدها يعني جاني كمية كبيرة كبيرة لبنات اكثر من خمسين كعبة تعالي الحلوة هذي ان شاء الله اللبنات تجربوها وكما قلت لكم انا لا شكرت لكم حاجة راي عجبتني تالي والله ما نشكرها لكم يعني نحط يعني عادي خلاح بصحة الحلوة هذي حلوة زمان اللي كنا نديروها اللبنات تشفو على امهاتنا و جداتنا كانوا يخدموها هذا هو حلوة العيد نقولوا احنا حلوة المح قلنا انا في الشرق و جهة الاخرى كان يقولوا حلوة اللمبوت و معن بالي الشخرين وش يسموها الحلوة هذي احنا كنا في العيد اللبنات كنا نحطوا هكا يبدو يديرونا القاتو هذه المميز هو والغريبية والمقرض يعني درنا به أفراحنا درنا به عراسنا درنا به الخطانات يعني الخطان تعولادنا كلش يعني اللبنات لقاتو هذره وقاتو تع زمان زمان اهنا شوفوا البنات بعد ما كملتو شوفوا الكمية ذي اللي اعطتها لي وزاد اعطتني زوسبلاوات اخرين يعني مصورتلكمش الكميات كامل وهنا شوفوا البنات كيفهرة ومرمل من الداخل بعد ما طاب شوفوا زي مهجة الشكل تاعو حبيت البنات هيك انا نشاركو معاكم اها وليكم شوفوا الشكل زي مهجة وطيب البنات غير ما تعطيهورش تحق لي تحب تحمرو تحمرو ولي تحب كيمانا ما نحبوش عحمر ياسر شوفوا زي مهجة اه والله يجربوه هنا البنات كانت عندي كمية كاوكا وحكمت قليتها وكمية تاع المعجون حليته بشوية مع وهنا شوفوا غطست هكا الحواشي على على روص الحواشي تحبوا ديرو لهم شوكولات تحبوا تخلوهم كاكا يعني اجزين اختياري لكم تحبو تديروه نواة كوكو ثاني هنا شوفوا لبنات انا عندي غل كمية هذي تاع الكاوكاو نصو درتو بالكاوكاو ونصو والله يخليتو كاكا وجاء يعني بنا وخاصة كيلوحتو في البورتمونجي وبيت الغدوة يعني حطيتو الزوج داعي في طر به الزوج داعي هذه لقاتو تعو المفضل لف العياد لف هو والكروكي لف العياد يعني لف المناسبات لف يعني سير لي ان شاء الله تكون بناتعجبكم الفيديوهذا وان شاء الله ليعجب هالفيديو ما تنساش جامل اخو يدكم باش تطلع القناة تاحا ونكمل شروط كي ما قلت ليكم ونشكر كل واحدة دخلت عندي الفيديوهات السابقة وخلت لي تعليقاتها وان شاء الله نكون في المستوى ونكون راني دخلت ليكم لدياركم بالربح والهنا والصحة والمال والذرية يعني كل واحد اللي محتاج حاجة ونقول له ان شاء الله ربي تمام لك بيها على خير وهنا اشوفوا البنت يعني تزيان اختيار تحبو تلسقو الكعبة على الكعبة ثاني تكزدو لسقو الكعبة على الكعبة انا يعني كي جاوني كبار كي ما هيك محبيش للسقم وخلاص اهنا شوفوا البنت لقاتوا هذا وجدرتوا درتوا المايار بصح مكتبش لها باش نبعثوا لها واللي تحكمتوا للذراري وهو ليكم النتيجة في الاخير ان شاء الله يعجبكم الفيديو وان شاء الله تكونوا تجربوا واللي ملفة تجربوا تخليلي في تعليقاتها ونقول لكم بالصحة والهنا وفي امان الله نطلق في رواحكم في فيديو جديد باذن الله سلام